بودور الديلمي معنا تفضلي أستاذة بودور نحن خلصنا وسلام القدس لكم وعليكم وسلام القدس لك وعليك في البداية نعزيكم جراء الحادثة المؤلمة التي حصلت في لبنان وكذلك تعقيب على كلام الأستاذ نعم تعقيب على كلام الأستاذ الذي سبقني الآن عن اليمن اليمن لمن لم يعرف اليمن قوة وبأس حاربوا وكانوا يتمنون أن يخوضوا حربا مع نبي الله سليمان وهم يعبدون الشمس فما بالكم بمن يعبدون الآن رب هذه الشمس ورب الكون شعب اليمني لمن لم يعرف الشعب اليمني الشعب اليمني خاض حروبا ضروس والجنود المصريين خير دليل بأنهم دفنوا في الأراضي اليمنية والجنود الأتراك دفنوا في الأراضي اليمنية والبريطانيين هذه الأرض التي لا تقبل أي غاز على أرضها اليوم هي من تجعل أمريكا التي من لم يعرفها فقد عرفها الشعب اليمني بقيادة القائد الرباني سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأنها قشة وليست لها أي قيمة لمن لم يعرف أمريكا فقد عرفها الشعب اليمني بجيشه في البحر الأحمر وهي الآن تنوح وتبكي على ما حصلها في هذه المعركة لمن لم يعرف العدو الإسرائيلي فقد كان خطاب سماحة السيد حسن نصر الله بأن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت هذه القوة الربانية التي في محور الجهاد والمقاومة للقائدين ولقادة محور الجهاد والمقاومة هي من تعلم من هو العدو وهي من تعلم كيف تتعامل مع هذا العدو هذا تعقيب فقط لكلام الأستاذ الذي سبقني شكرا لك أستاذ ناصر وإن شاء الله من يوم الأحد القادم سيكون بث مباشر لكم عبر أثير الاقتصادية فم 93.3 من العاصمة صنعاء اليمن حياك الله حياك الله وهذه تعليمات سيادة العميد حميد عبدالقادر عن التار يعطيكم العافية حياك الله أنت والعميد حميد وكل اليمن طبعا يعطيك العبد السيد عبد الملك حياكم الله شكرا لكم شكرا لكم